استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف الصباح اليوم وبحضور سمو وللعهد الشيخ صباح خالد الحامر الصباح حفظه الله استقبل سموه رعه الله معاني وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير النفط بالإنابة الدكتور أنور علي المضف والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان ونائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والحفر في شركة نفط الكويت خالد محمد الملة